بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين يا رب تكونوا كويسين وصحة جيدة معكم مصطفى قناة تيوك نهاردة تعبير كتابي عن مصطفى بن بولعيد اللي بيسمعنا الاول مرة وعجب الفيديو مينساش يشتركوا فعل الجرس شانو توصلوا كل الموضوعات التعبير والوضعيات اللي نجيب تحت القناة نماجي ابت بالتعبير ابدأ ببيعات عندي مقدمة وعندي عرض وعندي خاتمة المقدمة بتحتي اسب ببيعات في الاول مصطفى بن بولعيد احد ابطال الجزائر العظماء ورمز من رموزها الذين ضحوا بانفوسهم من اجل الوطن دي المقدمة بتحتي بعدين ادخل على العرض العرض بسيب ببيعات تمام ولد مصطفى بن بولعيد في قرية اريس في الاوراس عام 1917 يعني اتولد عام 1917 ميلادية وسط عائلة ثرية متشبعة بالقيم الانسانية وسط عائلة ثرية متشبعة بالقيم الانسانية كان سياسي ثائر وقائد عسكري وقائد عسكري فقد كان خلوقا وكريما يسعى الى عمل الخير فأسس جمعية خير وساعد في بناء مسجد وساعد في بناء مسجد وكان ينفق من ماله الخاص لتدريب وتسليح الجيش اتصف بالذكاء وحسن التخطيط وايضا القوة فقد لقب بأسد الأوراس تمتع بالهدوء والسكينة تمتع بالهدوء والسكينة وكان له دور كبير وكان له دور كبير في إنشاء منظمة خاصة وبعد ما اكتشف أمرها بدأ في توفير السلاح عن طريق شرائه من ليبيا بدأ في توفير السلاح عن طريق شرائه من ليبيا وكما ساهم في إيواء المناضلين المطاردين وأنشأ مع رفاقه اللجنة الثورية للوحدة والعمل وكون نقابة تدافع عن حقوق الجزائر وكون نقابة وكون نقابة تدافع عن حقوق الجزائر عام 1939 يعني 1939 ميلادية عرف بتحدي عرف بتحدي لفرنسا واكتسب شعبية كبيرة بين صوار الجزائر واكتسب شعبية كبيرة بين ثوار الجزائر وتعرض لمحاولتي اغتيال فاشلة وتعرض لمحاولتي اغتيال فاشلة وقاد وقاد معارك ضد المستعمر الفرنسي وقاد معارك ضد المستعمر الفرنسي سجن سجن وتمكن من الفرار عن طريق حفر نفق في السجن وتم اغتياله باستعمال مذيع مفخخ القطه القوات الفرنسية وانفجر اثناء اجتماع له وانفجر اثناء اجتماع له مع بعض الصوار وتوفى عن 1956 ميلادية واقيم تمثال له بولاية باتنا تخليدا له تخليدا له خلصت المقدمة ادخل على الخاتمة خلصت العرض ادخل على الخاتمة سيب بايات الخاتمة بتحتي بتقول رحم الله شهداء انا الابرار رحم الله شهداء انا الابرار واسكنهم واسكنهم فصيحة جناته واسكنهم فصيحة جناته واستشهد بقول الشاعر ويقول الشاعر انت في الخلد اعذل خالدين انت في الخلد انت في الخلد اعذل الخالدين تمام ده موضوع تعبير عن مصطفى بن بولعيد يارب يعجبكم واللي بيسمعني الأول مرة يشترك وفعل قرش نوصل كل ما هو جديد أشكركم على الحسن الاستماع كانت معكم مصطفى وقناة يوتيوب أشوفكم في الفيديوهات الجاي إن شاء الله يلا مع السلام اشتركوا في القناة